الاتهامات بالفساد تتفاقم وتخيم على المشهد العراقي ليرافقها تحرك غير مسبوق للقضاء فبعد تسريب جلسة الاستجواب السرية الأولى لوزير الدفاع خالد العبيدي التي انعقدت في أكتوبر الماضي قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تتولى التحقيق فيما ورد من اتهامات خلال الجلسة وكان العبيدي أعلن عن عزمه مقاضات من سر بحيثيات الجلسة لما تحويه من معلومات عسكرية معتبرا ذلك مساسا بهيبة المؤسسة العسكرية وتعريض حياة الجنود للخطر من جهة أخرى غير تحالف القوى السني موقفه من رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي اتهمه العبيدي بالفساد تراجع التحالف عن مطالبته باستقالة الجبوري ليربط مصيره بقرار القضاء لكن تستمر أطراف سنية بالمطالبة بتنحي رئاسة البرلمان مع احترامي وتقديري للسي سليم الجبوري أنا لا أتهمه لكن علينا أن نحافظ على قدرة وكفاءة وإمكانية هذا المستشرعي والرقابي من العمل لا توجد هناك قدرة لشخص متهم أو نأب متهم أن يقوم بواجبته الرقابي بالشكل الصحيح إذا كان متهم حتى وإن برأته المحكمة الجبوري من جهته توعد وزير الدفاع بالمحاسبة القضائية كاشفا أنه إذا ثبتت ادعاءات العبيدي فسيحاسب هو بتهمة التستر وإذا لم تثبت فسيحاسب بتهمة التشير والتضليل أرفد الجنابي العربية لا نمضي بتجاهة